صحتك بين يديك صحي أمراض العظام والطب الرياضي والحوادث في برلين أهلا بك معنا دكتور دكتور هل فعلا التحضير والتدريب لجري الماراثون بهذه الأهمية التي تحدث عنها التقرير؟ بالطبع أكيد التحضير مهم جدا للماراثون لأن الماراثون يشكل مشقة للجسم يجب القيامة التدريب عليها ويكون التدريب على فترة طويلة لأن الجسم يحتاج إلى هذا الوقت القلب والدورة الدموية يتأقلمان بسرعة ولكن العضلات والأوتار والمفاصل لا تتأقلم بهذه السرعة فلذلك يجب اتباع برنامج تدريب مكثف ولمدة طويلة دكتور من هم الأشخاص الذين يمكنهم فعلا المشاركة بالماراثون ومن عليهم الابتعاد عنه؟ كل شخص لديه العزيمة والقوة على التحمل المشقة يستطيع ذلك إذا كان طبعا أخذ الضوء الأخضر من الطبيب المختص في فحص هذه الحالات بالنسبة للأشخاص الذين لا أنصح أن يشاركوا في هذا الماراثون أو في هذه المشقة هم الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة المصابون لديهم إصابات في المفاصل والأوتار هذه الأشخاص لا أنصح أن يشاركوا في الماراثون والمصابون بارتفاع أو هبوط الضغط؟ طبعا الأشخاص هذه ممكن مع التدريب أو في فترة التدريب يكون هناك انتظام للضغط فيجب عليهم أولا القيام بالتدريب وبعد ذلك إجراء فحص جديد طيب دكتور هناك فحوصات ينصح بأن يقوم بها العداء قبل دخول الماراثون هل هي فعلا ضرورية؟ ما هي بداية وهل هي فعلا ضرورية؟ الفحوصات أنا أعتبرها ضرورية ويجب على كل شخص يريد أن يشارك في الماراثون أن يقوم بها مثل التخطيط للقلب في وقت الراحة وتحت الجهد وتخطيط الإكل للقلب وفحص الجهاز التنفسي الرئتين وفحص الدم وفحص المفاصل والأوتار وهل تنصح عموما دخول هذه المشقة؟ بالطبع يجب على الجميع أن يعرف أن الماراثون نفسه ليس صحيا ولكن الطريق هناك هو الصحي ويجب أن يكون الهدف وليس الماراثون نفسه ولكن إذا استطاع الإنسان أن يقوم بالاشتراك في الماراثون فهو شعور جميل جدا دكتور هل تمارس رياضة الجري؟ طبعا غالبا الأطباء ينصحون بشيء ولا يمارسونه كالتدخين مثلا طيب بماذا تنصح المبتدئين الذين يرغبون بممارسة رياضة الجري؟ أنصح المبتدئ دائما فعلا البدء بهدوء وببطء فمن الأخطاء الشاعر الواحد يبدأ بسرعة فبالنسبة للناس المبتدئين أنصحهم حتى كمان البحث عن مرافق في الجري حتى يكون هناك في انتظام مرافق متخصص تقصد؟ لا مرافق للجري ممكن تكون الزوجة فبيكون هناك طبعا أصفرون رفيق يعني رفيق جري نعم والبالنسبة للشخص اللي يجل لازم يحدد لنفسه مواعيد ثابتة حتى لا ينتاب الكسل ومن الأفضل أنه يتبع برنامج غذائي صحي قبل ممارسة الجري وليس من الضروري أن يقوم ببعض الفحوصات قبل أن يبدأ بهذه الرياضة؟ بالطبع تكلمنا عن هذا الشيء وأعتقد أن كل إنسان يرغب في ممارسة الرياضة ممكن يبدأ ببطء ولكن إذا يعاني من أي شيء فيجب استشارة طبيب وكنت شرحت لي في البداية أنه يمكن مثلا الجري لمدة ثلاث دقائق ومن ثم المشي يعني كشكل تدريجي للدخول الطريقة اللي بيبدأ فيها الإنسان بالتدريج أن يجري ثلاث دقائق يمشي دقيقة ويعيد هذا النمط لمدة 6 إلى 8 مرات في السيشن الواحد هل من تأثير لرياضة الجري على العظام سلبي أم إيجابي؟ طبعا إذا كان الإنسان يعاني من وزن زائد مفرط فطبعا لها تأثير على المفاصل والعظام سلبيا ولكن إذا الإنسان يتمتع بوزن طبيعي فبالعكس الجري من أنواع الرياضة التي تزيد من كثافة العظام وعندما يشعر الشخص ببعض الألام ماذا عليها أن يفعل؟ أعتقد أن يجب على كل شخص يشعر بألام أثناء الرياضة أن يتوقف عن ممارسة الرياضة وأن يستشير طبيب مختص حتى لا يكون هناك مضاعفات لا نستطيع السيطرة بعدها ومن أهم النصائح عدم تناول الحبوب المسكنة والجري أو ممارسة الرياضة في أثناء ذلك طيب دكتور ما هي المدة المعقولة للجري والمفيدة وكم مرة في الأسبوع؟ لا يوجد نصيحة عامة للجميع فطبعا البرنامج الرياضي يجب أن يكون محدد حسب الشخص حسب لياقته للجسدية والوزن حسب سنه حسب رغباته ما الهدف الذي يريده من هذا الرياضة؟ هل يريد أن يصل إلى الماراثن فعليه مثلا تمرين ما بين 60 إلى 80 كم في الأسبوع طيب دكتور مشاهد من سوريا سألنا هل الجري صحي للمتقدمين قليلا في السن أم المشي يفضل لهذا العمر؟ أعتقد أن الجري صحي والمشي صحي ولكن عدم مبالغة في الجري بالنسبة للمقدمين في السن طيب بالنسبة للغذاء تناول الغذاء والسواء القبل وبعد الجري هل علينا أن ننتبه لوقت معين؟ نعم أعتقد إذا كان الإنسان يرغب في ممارسة الجري فعليه أن يبتعد عن الوجبات الدسمة ساعتين قبل الجري وإلا حيصير معه تلبك في المعدة باختصار يعني الفرق بين الجري في الهواء الطلق والتدريب داخل النوادي طبعا الجري في الهواء الطلق هو أفضل الطرق للجري ولكن هناك أسباب بيئية قد تحول من أن الإنسان يجري في الخارج الحرارة العالية أو الحرارة المنخفضة جدا فلذلك أنصح بالجري في النوادي حتى لا ينقطع الإنسان عن ممارسة الرياضة وحتى لا تكون لديه حجة أن الطقس يمنعه من ذلك شكرا جزيلا دكتور على كل هذه المعلومات